مؤشر جديد ومركز جديد وتصنيف آخر الحقيقة مبروك لعبد الفتاح السيسيا للنظام المصري طالما ظل هذا النظام في صدارة المشهد فالحقيقة مصر مش هتشوف خير أبدا لا في مؤشر شفافية ولا في اقتصاد ولا في سياسة ولا في إعلام إيه الحكاية تعالوا نشوف مؤشر الشفافية الدولي بيكلم على تصدر الإمارات قائمة الشفافية بحصولها على 67 درجة في المركز 27 عالميا قطر في المركز 40 السعودية في المركز 54 الأردن 61 البحرين 69 عمان 69 أيضا الكويت في المركز 77 وتونس في المركز 85 لكن مصر الحقيقة في المركز 130 تعالوا نشوفوا بلدان عربية تانية سبقانة في قصة الشفافية الدولية ونفهم بعد كده إيه حكاية المؤشر ده المغرب في المركز 94 الجزائر في المركز 116 ومصر وموريتانيا في المركز 130 ومعنا كمان جيبوتي إحنا كنا في المركز 117 في التصنيف الأخير لمؤسسة الشفافية أو مؤشر الشفافية العالمي اللي بيقيس القصة وفقا لمحاربة الفساد في البلد لكن الحمد لله ربنا وفق النظام في مصر وتراجع 13 مركز وبقى في المركز 130 مصر منورة في ذيل الجدول زي ما بيقولوا يعني تعالوا نشوف التقريب يقول إيه بيقول إن الفساد السياسي أصبح مستشري في المنطقة العربية بحيث تسعى الحكومات للاستحواذ على السلطة ده حاصل في مصر تقييد الحقوق والحريات العامة مش هكلم كتير إثارة الاضطرابات المدنية توجيه الموارد بعيدا عن آليات مكافحة الفساد وأطر النزاة السياسية هو أصن الفساد وغياب النزاة السياسية بطل عبد الفتاح السيسي والحشية بتاعته إلى أن يعزز القادة الجهود لحماية حقوق الإنسان واحترام صوتهم في جميع أنحاء المنطقة ده مش موجود فإن دوامة الفساد والعنف المميتة ستستمر في التصاعد يعني إيه من الآخر يعني مصر 130 ممكن السنة الجانب 140 150 حاجة كده عاملة زي علاقة الدولار بالجنيه بينط بال13 جنيه مرة واحدة عارف أنت كنا 19 فجأة صحينا لقينا بقى 30 فإحنا برضو هنا كنا 117 فجأة صحينا لقينا نفسنا 130 في مؤشر الشفافية لو النظام طلع كلمك وقال لك إحنا بنحالب الفساد قوله ما أنا مش قادر أصدقك ليه مش عشان قالوا في مكملين لأ لأن مؤشر الشفافية العالمية بيقول أن حضرتك بتتراجع بيقول أن الفساد بيزيد في مصر فلو طلع النظام يكلمك عن الشفافية طلع الإعلام يكلمك عن محاربة الفساد قولهم الله جماعة أنا كان بود صدقك بس انتوا شواء تكدبين ليه بتقول الكلام ده مش عشان مكملين قالت لأ عشان مؤشر الشفافية الدولي بيقول أن مصر بتتراجع تحت حكم فخامة المشير الرئيس عبد الفتاح السيسي من المركز 117 للمركز 130 طيب الخبر اللي بعده نجيب ساويرس طبعا كلنا متابعين قصة وخناءة نجيب ساويرس مع الإعلام المصري اللي حصل قبل كده لما نجيب حط صورة الطبالين طلعوا ردوا عليه نشأت وآخرين طلعوا شتموا وهجموا تكلموا عنه محمد الباز ويعني جبنا عملنا حلقة خاصة عن قصة خناءة ساويرس مع الإعلام المصري بالتفصيل نجيب من يومين كتب تغريدة غريبة أو بيقول فيها يا رب محدش فهمه وبيقول يا رب على إيه لكن تركي الحمد الحقيقة احنا برضو متابعين الفترة الأخيرة تغريداته ضد مصر ضد الوضع في مصر انتقادوا للأوضاع الاقتصادية آخرها تغريدة قال فيها تركي الحمد صدقت فكان بيرد على حد فبيقول فقبل فترة حاولت أن أحلل الأوضاع في الكويت موضوعيا البحث عن الخلل في تراجع الكويت فانبرت أقلام الشجب والتخوين والمؤامرة على الديمقراطية اليوم كل ذلك أصبح واضحا اليوم حاولت تحليل الأوضاع في مصر فاستثيرت النرجسية المصرية الشعبوية التي تتحسس من كل نقد لا يأتي من مصري بغض النظر عن الكلام اللي تركي بيقوله وبغض النظر عن قصة النرجسية ومش النرجسية المصرية الشعبوية أنا قلت رأيي في القصة مبارح طبعا أنا أرفض الكلام اللي هو بيقوله ده عننا كمصريين وأرفض أنه هو يعني يلصق وصف زي النرجسية والشعبوية بكلمة المصرية وممكن نتكلم عن الإعلام المصري ممكن نتكلم عن النظام المصري أما وقد قال وكتب المصرية فوقت نتكلم عن المصريين فالحياء ده كلام مرفوض من تركي الحمد يعني على المستوى الشخصي والمهني رافض الكلام ده بشكل كبير جدا لكن نجيب سويرس كان عنده بعد آخر هو بيتكلم على إيه بيقوله أن أنا كمصري ما عنديش حساسية من أي نقد بالعكس لأن ده معناه أنك مهتم you care ولذلك كل الشكر والتقدير مني ومن يختلف في الرأي معك وأنا لست منهم يعني هو مش مختلف مع تركي الحمد في رأيه في انتقاداته للنظام في انتقاداته للوضع الاقتصادي في المشاكل اللي حصلة نجيب سويرس كلنا عارفين رأيه الفترة الأخيرة لكن كمان هو بيشكر تركي أنه مهتم أنه بينتقد أنه بيقول وطبعا ده مش الحال في مدينة الإنتاج الإعلامي كلنا شوفنا مبارح نشأته وهو بيشتم تركي الحمد أحمد موسى وهو بيقول لهم لولا 30 يونيو ما كنتوش هتبقوا موجودين نجيب سويرس بالتغريدة دي أو بالرد ده على تركي الحمد بيفتح جولة جديدة من المعركة أعتوقع أن النهاردة هيكون في سباب لنجيب سويرس على الهوى في حضيرة الإنتاج الإعلامي هيطلع اجتمع التغريدة دي أن انت بتدعم السعودي ضد ابن بلدك وأنت خاين وعميل ومن نجيب سويرس رمز الصمود لما كان بيتبرع لتحيا مصر لنجيب سويرس خاين عميل مشهد السفارة في العمارة الشهير بتاع عدل الإمام نروح بقى للنادي الأهلي اللي هيشارك بعد ساعات في كأس العالم للأندية وهيلعب مع أوكلاند سيتي سكاي نيوز عربي آلة الأهلي وأوكلاند طموح البقاء عنوان افتتاح كأس العالم للأندية وبتتكلم في تفاصيل الأهلي رايح هيلعب أوكلاند سيتي أوكلاند سيتي يتعود أنه يخسر أول مباراة ليه لكن الجزء الجاي الحقيقة لما قريته رجع لي ذكرات حلوة هو بيقول هنا بعد الاستعدادات نشوف الجزء الجاي كمان هتكون الأخيرة للفريق الخاسر تمام اللي بعده بقى اللي فيها الكلام عم مطشة 2006 فين الأهلي عايز يلعب ويأخذ البرونزية للمرة التالتة تمام فيه بقى الفكرة أنه هم لعبوا قبل كده أول مرة في 2006 أيوة هي دي بقى اللي أنا عايز أفهم ده لعب الأهلي ضد أوكلاند مرة واحدة فقط في منديال الأندية ونزح في التغلب عليه بثنائية نظيفة بمنديال 2006 منديال 2006 كنت تقريبا في سنة ربعة طب أسنان في جامعة مصر علومي تكنولوجيا في مدينة 6 أكتوبر المطش ده أو البطولة دي تحديدا كانت مهمة قوي بالنسبة لنا لأن ذكرياتنا في المشاركة اللي الأهلي شاركها قبلها ما كانتش ولابد يعني وما كناش مبسطين قوي لكن البطولة دي كان 2006 ده الجيل الذهبي كان أبو تريكا خلاص في مكدو كان عماد متعب كان محمد بركات إسلام الشاطر كان طرق السعيد كان فلافيو موجود أيامها كان جيلبرتو كان محمد شوقي كان حسن مصطفى عماد النحاس الحضري في عزه والجمعة شلي محمد كان الحقيقة سكواد عالمي للأهلي في الفترة دي وكان مسيطر على كل حاجة فيه محليا وأفريقيا بطولة 2006 أنا فاكر كويس كانت بتلاعب في اليابان وكانت المطشط عشان فيرق التوقيت بتبقى بدري قوي فبدري ده كان عندنا الجامعة فتريبا اليوم ده محدش مننا حضر يعني أي ساكاشن ولا محاضرات في الجامعة الأهاوي في منطقة أسماءها الأمريكية في 6 أكتوبر كانت متقفلة بالطلبة والشباب بجمهور النادي الأهلي اللي جاي تفرج على مطش الأهلي وأوكلانس دي منويل جوزيف في الفترة دي كان أيضا في عزه كان إمبراطور الحقيقة في التدريب لعبنا المطش الشوت الأول تعادل أبو تريكا بيلعب فاولات مش عارفين نجيب جوان الشوت الثاني في لافيو بيجيب جون جميل وبعدها الدربة الحرة المباشرة العظيمة اللي فتحت الطريق لمحمد أبو تريكا أنه يبقى متخصص في الفاولات واللي بعدها بنوصل لمباراة انترنسونال بنتغلب 2 واحد في لافيو برضو بيجيب جون الأهلي عامل مطش عظيم في السيمي فاينال وبعدين المطش اللي ما فيش حد بينساء أبدا مطش الأهلي مع كلوب المكسيكي اللي كان فيه أوشوة وكان فيه بلانكو والأهلي بيكسب 2 واحد فيه مباراة عظيمة محمد أبو تريكا هو نجم المباراة واللي ظلم لما كل الناس توقعت أنه ياخد أحسن لعب في البطولة لكن للأسف ما خدهاش خده تقريبا لعيب في برشلونة على ما أتذكر في الوقت أنا مش فاكر بزافي ولا انيستا مش عايز يعني أقول معلومة غلط لكن ما خدهاش أبو تريكا خده حد تاني في برشلونة في الوقت ده على ما أذكر يعني إن لم يكن فريق آخر لكن البطولة دي كانت بطولة عظيمة جدا من البطولات اللي الواحد ما ينسهاش للأهلي في كاس العالم للأندية وأيامها أبو تريكا رجع تكلم على الفاول الجون التاني اللي جابه في أوكلند إنه جزيه علمه إن في مكان معين في الكرة لوش رجله لمس فيه هو بيشوت الفاول فهيروح في الحتة اللي هو عايز يجيب فيها الجون كانت بطولة عالمية أتمنى إن احنا نشوف نادي الأهلي بيوصل لأبعد من البرنزية أتمنى التوفيلي في مطش أوكلند النهاردة ويصل لأبعد من المركز التالت نفسه أشوف الأهلي في النهائي وليه لا الأهلي ما ياخدش كاس العالم للأندية فيه فريق محترم موجود دلوقتي فيه جمهور عظيم موجود فيه مدرب كويس جدا بادئ بداية قوية مع النادي الأهلي وبالتالي اليوم النهاردة يوم خاص أتمنى في الذكرى الحداشر لمذبحة بورسعيد الذكرى الحداشر لشهداء الأهلي لعبتي الأهلي النهاردة تبقى رجالة زي ما عودونا ويهدوا الفوز ده لشهداء مذبحة بورسعيد ويفرحوا جمهورهم ويفرحوا الجمهور المصري بانتصار ووصول لجولة قادمة في كاس العالم للأندية ترجمة نانسي قنقر